بسم الأبي والإبني والروح الكدس من الآن وإلى الأبد أمين أحبائي ولد المسيح هللويا أحلى شغلي بالدني منعرف نحن المسيحيين نعملها أنه نعيد عيد الميلاد نحن بنجتمع كلياتنا ليلتها العيد العيال بتتعشى مع بعضه والعيلة بتبقى مبشوطة واللي مزين واللي عم بيجيب كدويات المسيح جاء ليرمي السلام الحقيقي على هذه الأرض يمكن نحن عم نجرب نعيش جزء من هالفرح ولكن في الحقيقة يجب أن ندخل إلى عمق عيد الميلاد تمشين نقدر نحس بالفرح أكتر تنحس بحقيقة الفرح اليوم الملاك ظهر على الرعاة فخافوا خوفا عظيما قالوا الملاك لا تخافوا ليش ما تخافوا لأنه أنا أبشركم بفرح عظيم يكون للشعب كله هيدا الفرح مش بس محصور للمسيحيين أو للأشخاص اللي بيصلوا أو اللي بيقامنوا هذا فرح للعالم كله شو هو هالفرح؟ قالوا الملاك بتشوفه ولد صغير طفل موجود بمزود وكأنه أنا لو محل الرعاة بيسأله جاي يتبشرنا بطفل هذا هو الفرح العظيم الرب بحكمته اختار أن يكون طفلا تمشيني فرجيكم مدى أهمية الطفولة بيحييرنا ايش بتقصد أبونا الطفولة يعني كل والد صغير مهم؟ لا أكيد لا أحبي خلال تاريخ الخلاص من آدم إلى هذه الدقيقة الإنسان تعود أنه يشتغل ما شئته هو يتصرف تصرفاته هو يعمل للإنسان يلي هو بيحس بيحلاله من زمان قاين انزعج من خيه قطل خيه قطل وقطل ومات الزلمة وصارت الخطيئة على العالم كليته ليش؟ لأنه الإنسان ينزعج من شخص يتمنى يتخلص منه هذه اللغة البشرية على فكرة هذه اللغتنا كبشر نحنا كليتنا الإنسان بطبيعته المجبول يتمنى يتشوق أنه اللي بيزعج وينطأم منه ويشتفي فيه بعدين كلمة بس يقع هو يقول له بتستاهل هذه الطبيعة البشرية يوم اللي بيكون فيه إنسان بتعمله معه خير وما بيبين معه بتتمنوله مرة الشر إن شاء الله ما بتشوفه يعني الإنسان هاي الطبيعة تشفي غليلك وبترتوي يوم اللي بتحسس حيلك انتأمط يوم اللي بيكون إنسان ما بيستهل حبكم وبتحضوا عليه من جوه بتحسس حيلك هاك مرتاح يوم اللي بيكون شخص مغلط معكم وبيطلب منكم المغفرة بتقول له كأنه اجيك وقت خليك تحت ما في رحمة إلى وصول المسيح إلى وصول المسيح أتى المسيح الطفل بحكمة الله تيقلكون ردوا قلوبكم قلوب مثل الطفل لأنه يوما ما هذا الطفل سوف يقول للعالم بترجيكم سيعدوني بالإي إن لم تعودوا كالأطفال انتوا قلوبهم هذا الطفل سوف يقول لكم إن لم تعودوا وتصيروا مثل الأطفال لن الجازمة لن تدخلوا ملكوت السماوات بيقول الرب أنا بدي أعزم العالم كلها إلى ملكوت السماوات أظبط شي تتطلعوا على السماة ترجع قلوبكم قلوب الطفل بريئين ما عندكم فكر الشرير ساعتها بس حدا يغلط معكم الطفل ينسى بريئ ينسى ويرجع يسامح الطفل ولا مرة يتطلع فيكم ويشوف قدامه أشقر أو أسمر أو أسود بريئ 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 الطفل قدامه بس يتطلع ما بيشوف أنه هيدا لبنانة هيدا مش لبنانة هيدا أمريكانة هيدا مدري من وقت ما بيتطلع بهالشغلات الطفل بريئ الرب جاء لي يؤسس قلب جديد في العالم ويقلكم متل ما أنا ولد الطفل ارجعوا وصيروا متل أطفال صحيح أنه نحن كبار ولكن نقول له للرب اجعل قلبنا مثل قلبك كيف قلب إليه هنا طفل أحبي للأسف وقت اللي إجا الرب تيأسس مملكته على الأرض يلي نحن منصليه بصلاة لأبانا ليأتي ملكوتك هيدا هي اللحظة عيد الميلاد أتى ملكوت الرب الرب عنده مملكة إجا تيأسس على الأرض للأسف ما كل الناس فاتت بمنطق الله مع إنه تنكون صدقين معك يا رب اكتار الأكترية بيحبوك بس ما الأكترية بيوافقوا معك على كلامك اللي بيوافقوا على كلام الرب وبيعملوا فيه تلعوا قدسين تلعوا قدسين اليوم عم بيقلكون الرب واقفوا قلبكن يلي هو قلب حجر خلوني فوط ع هالقلب متل ما قلت لنا أولاد صغار إن رتل ترتيلة قلبي مهيّة مغارة ربي عملي زيارة من شمسك تنورني ومليني حرارة عم نطلب من طفولتنا من قلوا للرب ردنا أولاد قلوا له للرب غير لي قلبي غير لي عيني غير لي كل حواس اللي سيئة يلي عندي ورجع يا رب أخلق فيي قلبا جديدا أحب بيقل لاش بيرأيكم لحديت اليوم في حروب بالعالم لأنه فيه امتقام فيه حقد فيه نميمة فيه كراهية البغض لا يزال معشعش بقلوب العالم مش بس الدول حتى رجال الدين إن كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين حتى الأشخاص المؤتمنين على الأمانة بحي الله وضع ما فتنا بلغط الله لاش لأنه تلت ربيع لكانوا إذا ما لأكتر من هيك صوري على الكلمة هيك بيقول المتال اجرب البور واجرب الفرحين أنا بدي إياك يا رب ولكن ما بعمل بمشيئتك والشرير مبسوط الرب عم بيأسس مملكة والشرير عم بيأسس مملك اليوم أشو المطلوب منكم اتفرجوا للرب إنه أنا يا رب فرح بإنك جيت تتغير الشلشل السيء طبعا الإنسان هاي دي المنظومية اللي موجودة بيمخ الإنسان الانتقام والحقد والنميمي والكره أنا يا رب مني ابن هالمدرسة أنا مني ابن هالمدرسة يا رب أنا ابن مدرسة مريم العذرة التي أعطت الطفل وغيرت العالم بابنها أنا ابن مدرسة الرحمة أنا ابن مدرسة الحب أنا ابن مدرسة الغفران أنا تلميذ يسوع المسيح هاك بدي أقوله للشرير هاك بدي أقوله للشيطان قد ما تجرب ما رح تثبت معيك وقت اللي بتقوله يا رب أنا هاك بدي رح توصل لحظة الانتقام الرجال والأبضاي حتى لو كانت مره الرجال والأبضاي ابن مريم العذرة وتلميذ يسوع بلحظة الانتقام بيصلي بيده عوج بيقول لأ أنا مني ابن هالمدرسة بس نكون قعدين ما بعضنا بالسالونيت ونفتح موضوع تدميري ضد العالم وليه عرفت عشي حميل عرق وحكيت وشفت وسمعت بقول له لا أنا مني ابن النميم يا أبتن أنا ابن يسوع الذي يقول بكلامك تبرر وبكلامك تدان أحبي اليوم ولادة المسيح عم ترجع من جديد مثل كل سنة تقرع على أبوابكم افتحوا لي قلبكم افتحوا قلبكم وسكروا أبواب الشر أبواب الشر بدنا باب واحد باب الرب نحن كنا نور العالم اسمعوا منيح نحن المسيح قال عننا وقت اللي حكي معنا قالنا أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض للأسف بطلنا نور العالم اسمعوا منيح ويوم اللي بيبطل النور يعطي ضو الرب سوف يجد أشخاص آخرون يكملوا المسيرة يقول الرب إن ملكوت السموات ينزع منكم يلي ما استهلتوا ويُعطى لأمة أخرى تعطي ثمره في حينه إذا بتبعدوا عن ملكوت الرب الرب ينقي غيركم يهوزة الإسخريوتة تصرف تصرف الغلط نسحب من الكنيسة لا يغيره روحت عليك يهوزة خلص فرصة ضيعته روحت عليك إذا بتكون تكملوا أولاد الرب وقفوا عمل الشرير بحياتكم وبس تقولوا ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك بالفعل تكون مشيئتي خاضعة في طاعة كاملة لمشيئة الرب وخدوا قديسين قد ما بتكون منشوف قديسين بالكنيسة ولكن وبختم هون بوعدكم لكن أحبي بترجيكم فكرة إجرب البور وإجرب الفلحين مع الله مناحلوة أخلاقيا مننا مناحلوة إنه أنا تعود عن كتير خطايا عندي إياه بزيد نسبة الصلوات والله صلوات ومسابح ومسابح وأنا الثاني لحد ديت اليوم خي ما بحكي معه بي ما بحكي معه أختي ما بحكي معي مرتي ما بحكي معي أولادي ما بحكي معه الثاني معشعش بالحاض وبقال له للشرير عشونه بيرضيك الحاض أنا بحوط وبرجع بروح يخشي على الكنيسة يسوع شايفك وبال ألسانة أخلاقيا عم نتصرف غلاط أش حبي أنت عمله أنتو اللي بتعرره برجع بقلكون طريق الأداسة تمرق يوم اللي بتقوله نعم مثل مريم العدرو يوم اللي بتقوله نعم مثل مريوسيف وين النعم تبعكون وعا قداش بس أنا الشغلي اللي بدل تزعجني ومفكر فيها عطول اللي لاش الناس خيفيني لاش الناس عطليني هم أن تسلم حياتك كليا لأله لاش لاش العلم بدلها مرعوبة بتحب الله وتعشق الخطيئة لاش وين الفرح اللي فيها أنه أدحك على الله قاله أنا معك وضدك يسوع المسيح يقوله بخطب معكم بهالقية أنت لأنك حار ولأنك بارد بالنص أتقيقك هايك بيقول للرب أتزدتك ببزقك يا معا يا ضد اليوم بعيد الميلاد عم بيرجع الرب يدق على بواب أقلوبكن أو بتفتحوا الباب أو قلولوا للرب ما تواخذنا ما أنا قدرين نفوت معك بالمشروع ولكن أنا بتطلع قدامي بشوف أشخاص متلكون عندهم النية عندهم الحب عندهم الإرادة إنه يزول عند الرب يتغيره قلولوا نعم يا رب فوتني عصمة من البواب العريضة فوتني عصمة مويتك يا رب طلع بها القلوب الطيبة اللي موجودة قدامك ياللي عندهم النية ولكن السرير عم بيأذيهم احفظهم يا رب من السرير احفظهم من السرير ما حدا قول نشكر الله وفيد ضلحات قولوا نشكر الله